بدأس لك سؤال هل يوجد أي شخص في هذا الكون أي نبي أي نبي بتتبعه بغض النظر كل الدينات اللي بتشاهدنا هل في نبي قال لك أنا أحبك المسيح قالها أحبنا ومش بس أحبنا كلام أحبنا فعلا قدم نفسه ذبيحة عنك وعني حتى إيش يقدم الخلاص الكامل ذبيحة الحب أحبائي لأنه هكذا أحب الله العالم أحب خاصته أحبهم حتى المنتهى ومن محبة سمانة أيضا أحباء ألاحظ هاي المحبة يعني مش مشروطة بغض النظر ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا ولأنه افتدانا مكتوب لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب لاعز الكلام ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم فإذن محبة قبل الخلق والفداء قبل تأسيس العالم نحتاج الأبدية أن ندركها وأن نعرفها ولكن ما علينا إلا الشكر والعرفان والامتنانة والجميل لهذه المحبة العظيمة محبة الآب يعتبر أعظم إعلان في الكتاب المقدس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة